في الفيديو ده احنا بنخاطب يعني مجموعة كده من الناس اللي هم يعني عملوا قضاية اكتر من مرة ويمكن وزنهم زاد بعد ما عملوا قضاية بعد ما نجحوا وهم يوصلوا لوزنهم المثالي ووزنهم زاد مرة تانية ساعات بنقابل بعض الناس يعني هنقول فقدين الهمة ما عندهمش ارادة بس قوية مش قادرين ياخدوا خطوة الداية مرة تانية عايزين بس نقول لهم يعني حط دايما قدامك يعني الاثار السلبية او المشاكل اللي بتسببها زيادة الوزن يعني طبعا ما فيش حد يعني يغفع ليه موضوع طبعا زيادة الوزن بتأثر على المفاصل العمود الفقري دهون الكبد دهون الاوعية الدموية مشاكل كتير جدا فبنقول دايما الشخص اللي هو عزمته قلت عنده احباط مفيش حد بيشجعه حاول دايما تبص يعني قدامك جزء الحلو اللي حصل لك لما خسيت يعني قد يكون تواصل من نفسك بتلبس اللي انت عايزه ومعندكش مشاكل في انك تروح اي مكان موضوع الاستسلام او ان انا استسلم للوضع اللي انا فيه ده بنقول من الحاجات السيئة جدا ويمكن في وقتنا الحالي احنا محتاجين دايما الموتيفيشن الدعم النفسي ان حد دايما يشجعنا حد دايما ياخد بادينا فانت لو ملقيتش ده يعني سيه مثلا ملقيتش الدكتور اللي شجعك فيه دكتور مثلا بيحبطك فيه دكتور لا انت ادي الحافظ الايجابي لنفسك طول الوقت بص للجزء الحلو اللي بيحصل لك لما بتتخلص من الوزن الزيد وعندك يعني مفيش دهون زيدة في جسمك وبتقدر تتحرك بحرية ده جزء الجزء التاني موضوع استحضار الروح الايجابية الحلوة في موضوع الضايد ده انت اللي هتحاول تديل نفسك يعني حاول تستمد مثلا شوف صورك القديمة مثلا عايز ارجع للشكل ده شوف لو انت متجوزة بقالك مدة شوفي صورك في الفرح وكان وزنك كويس كل الحاجات دي انك تجيبي مثلا لبس مقاسين اصغر انك مثلا تجيبي لبسك القديمة وتحطوه قدامك كل ده ممكن يبقى موتيفيشن من نوع تاني خالص اشتغل بمبدأ المدة يعني اقول انا مثلا في خلال ثلاث شهور حط هدف قليل اربعة كيلو في الشهر مثلا يعني اتناشر كيلو في الثلاث شهور كل الحاجات الدوافع الايجابية دي هتقدر تخليك دايما في موت حلو ومستعد انك تمشي عددات حتى لو عكت يوم او لاخبط يوم ترجع تمشي تاني الفيديو ده كان رد على سؤال حد بيسألني ازاي ارجع ارادة للضايت ارادتك للضايت هترجع منك انت من جواك انت انت اللي هتحط الحافز الايجابي الحلو لنفسك انك مش عايز تعيش في شبح السمنة مش عايز تعيش في مشاكل زيادة الوزن لما توقف تاني لما تلخبط ارجع التزم من تاني يوم لما توقف واجبة التزم تاني يوم كويس جدا كل الحاجات دي او الموتيفيشن الفورس او اللي هي القوة المحفزة او الدعمة دي اكتر حاجة هتخليك دايما في موت حلو عندك ارادة كويسة عايز تكمل ما تبصش لحد سلبي في حياتك ان شاء الله هتوصل لهدفك وهتوصل باماني اشتركوا في القناة